اشتركوا في القناة برقية عزاء وموساه الى اسرة الفنان الكبير فرسان خليفة الذي وفاه الاجل اليوم في دولة الامارات العربية المتحدة بعد حياة حافلة بالتبحية والعطاء في خدمة وطنه ومجتمعه واشار فخامة رئيس في برقيته الى مناقب الفقيد التي اجترحها طوال مسيرته الفنية الزخرة بالعطاء والابداع الحافلة بالاعمال الفنية الكثيرة والتي تمكن من خلالها الدخول الى قلوب اليمنين واكتسب محبتهم من خلال ابداعه المتميز الذي قدمه وقال رئيس الجمهورية نعز عائلة الفقيد والفنانين اليمنين عامة بهذه الخسارة الالمة ونعرب عن الاعتزاز بالدور الرائع الذي لعبه الفنان الكبير فرسان خليفة وتجلى جانبا منه في تكريس حياته لخدمة الفن والشعب في بلادنا واضاف فخامته ان الفنان الراحل سيظل بلا شك يذكر بمآثره الخالدة وانجازاته الثمينة وما قادمه للاغنية اليمنية الاصيلة وبما عرف عنه في الاخلاص والوطنية التي تحلى بهما وحبه لبلاده من خلال الكلمة الملتزمة واللحن الشجي وموسيقاه الهادفة التي تشد القلوب والمسامع الذائقة الى البلد والحانين له والارتباط به اذ انتمى الى جيل العمالقة التي حفرت في ذاكرة الفن اليمني على امتداد عقود وعبر رئيس الجمهورية عن احر التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم مبتهلا للمولى عز وجل يتغمد الفقيد الراحل الفنان فرسان خليفة بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله ودويه الصبر والسلوان ادى اليمين الدستورية ماما فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية كلا من الدكتور الصالح السميع بمناسبة تعيينه محافظا للمحويت وايضا عبد الواحد الدعام بمناسبة تعيينه عضوا بمجلس الشورى وعقب اداء اليمين الدستورية هن فخامة الرئيس الجميع مؤكدا على اهمية تظافر الجهود وتعزيز وحدة الصف في ظل واقع اليمن اليوم والظروف التي يمر بها وقال فخامة الرئيس ان تحمل المسئولية اليوم هو تكليف وليس تشريف من منطلق المهام التي تقع على العاطق الجميع وتتطلب جهودا ميدانية مضاعفة مع كل الخيرين والقوى الحية للانتصار لارادة الانسان اليمني في العدالة والمساواة والعيش الكريم في ظل اليمن الاتحادي الجديد الذي رسم ملامحه الاجماع الوطني من خلال مخرجات الحوار الوطني ومسودة دستور اليمن الاتحادي الجديد من جانبهم عبر الدكتور سميع والدعام عن شكرهم وامتنانهم لفخامة الرئيس على هذه الثقة التي منحت لهم مؤكدا انهم لن يؤلون جهدا في بذل قصارى جهودهما لخدمة وطنهم ومجتمعهم واكدا على العمل المخلص والجاد لنصرة اليمن وعزته وافشال كل المشاريع الطائفية والمناطقية الضيقة حضر لقام مدير مكتب رئاسة الجمهورية دكتور عبدالله العالمي ادى اليمين الدستورية امام فخامة رئيس عبدالرب منصور هادي رئيس الجمهورية كل من فضل علي الحنق وذلك مناسبة تعينه سفيرا فوق العادة ومفوضا لليمن لدى الصومال وعبدالله عبدالكريم الدعيس بمناسبة تعينه سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى لبنان وهيثم عبدالمؤمن شجاع الدين وذلك بمناسبة تعينه سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى النمسا وعقب اداء اليمين الدستورية زود فخامة رئيس السفراء الجدد بالتوجيهات والتعليمات اللازمة للخطوط العريضة لبرنامج عملهم في بلدان تمثيلهم لحملهم هموم بلدهم وما يمر به من صعوبات وتحديات جمع في ظل تداعيات الحرب الانقلابية واثارها على الشعب اليمني وقال فخامة رئيس عليكم بلورة واقع اليمن من خلال لقاءاتكم وانشطتكم والتي عنوانها ومرتكزها السلام الذي ينشده شعبنا المرتكز على الثوابت والمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية المزمنة ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الاممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 22-16 من جانبهم عبر السفراء الجدد عن شكرهم وتقديرهم للثقة التي منحت لهم مؤكدين بذل قصارى جهودهم في تنفيذ توجيهات فخامة رئيس وإعتبارها برنامج لعملهم خلال المرحلة الراهنة حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية دكتور عبدالله العليمي استقبل فخامة الرئيس عبدالرب منصور هادي رئيس الجمهورية سفير كوريا الجنوبية لدى اليمن يون جولي للتوديع بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى اليمن واجرى خلال اللقاء مناقشة جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالتعاون والعلاقات الاقتصادية المميزة بين البلدين الشقيقين ومنها قطاعات النفط والغاز وتكنولوجيا الاتصالات وفي اللقاء رحب فخامة الرئيس بالسفير الكوري مشيدا بجهوده خلال فترة عمله للتعزيز العلاقة بين البلدين الصديقين ولفت فخامة الرئيس الى جوانب التعاون المختلفة بين البلدين الصديقين وفي مقدمتها قطاع النفط والغاز مشيرا الى ان مجالات التعاون الواحدة التي يمكن تفعيلها لمصلحة البلدين في قطاع الاستخراجات وتاهيل الموانئ ومنها المنطقة الحرة بعدا وحمل السفير نقل تحياته الى القيادة الكورية متطلعا الى تعزيز العلاقات وتفعيلها على مختلف الصعود من جانبه عبر السفير الكوري عن شكره للتسهيلات التي حضي بها خلال فترة عمله لدى اليمن والتي استطاع خلالها تفعيل جوانب التعاون والتأهيل والتبادل التجاري ومنها قطاعات النفط والغاز فضلا الى جوانب الدعم الانساني الذي تقدمه كوريا لليمن في ظل الظروف الراهنة واكد على مواصلة التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات الواعدة متمنيا لليمن الامنى والاستقرار والسلام الذي تستحكه في ظل قيادته الشرعية لتجاوز تحدياتها والولوج الى مرحلة اكثر تقدم وازدهار حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية دكتور عبدالله العالمي بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء وموساهل اسرة الفنان الكبير فرسان خليفة الذي وفاه الاجل يوم امس بدولة الامارات العربية المتحدة عن عمر نهز السبع السوعين عاما حافلة بالعطاء والبذل واشاد نائب الرئيس بمناقب الفقيد خلال مسيرته الفنية التي اثرت على الصحة الغنائية بالاعمال الابداعية المتميزة والفريدة وبرحيله يكون الوسط الفني اليمني قد خسر واحدا من رواد الاغنية اليمنية الذين كان لهم بصمات واضحة في احياء التراث اليمني والفني الاصيل وعز نائب الرئيس اسرة الفقيد ومحبيه والوسط الفني بهذا المصاب دعيا اللها يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله ودويه الصبر والسلوان ناقش نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي بحسن صالح اخر المستجدات بمحافظتي اب وذمار وما يعانيه ابناؤها جراء انقلاب الميليشيات على السلطة وما تسببه ذلك من مأساب حق اليمنين جاء ذلك خلال لقاه محافظي اب عبد الوهاب الوائلي وذمار علي محمد القوسي والذي اشاد خلاله بنضالات ابناء المحافظتين ورفضهم للمشروع الانقلابي وتمسكهم بالدولة والشرعية كما شدد على ضرورة توحيد الجهود والعمل مع مختلف القوى الوطنية لمواجهة الميليشيات التي عبثت بمقدرات الوطن وسفكت الدماء واضرت بالنسيج الاجتماعي ووحدة الوطن وامنه واستقراره واطلع المحافظة النائب رئيس الجمهورية على معاناة ابناء المحافظتين جراء الانقلاب وعلى الخطوات الجارية لاستكمال بناء الوية الجيش بالمحافظتين بعث رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر برقية تعزياء الى كافة اسرة الفنان الفقيد فرسان خليفة الذي وافته المنية في دولة الامارات العربية المتحدة عن عمر يناهز 77 عاما وقال رئيس الوزراء في برقية ان الوسط الفني والثقافي ودع نجم من رواد الطرب المغفور له بانه تعالى الفنان والمناظر فرسان خليفة هذا الذي اوقف حياته منذ ريعاني الشبابه على خدمة الاغنية اليمنية مما اكسبها احترام الجميع وتقديرهم وايجاد مكانا في مختلف ربوع الوطن بالنظر الى التزامه باداء الاغنية الاصيلة في انتقاه الكلمات الصادقة والرقيقة والتفرد بالالحان والتميز بالاداء الرفيع والمؤثر واضف كان الفقيد مثالا يحتذا به في حبه وتفانيه واخلاصه في العمل لوطنه في مختلف المراحل والظروف التي مر بها الوطن واشار رئيس الوزراء في برقيته الى مناقب الفقيد التي اجترحها طوال مشوار حياته الحافلة بالعطاء في مجال الفن لخدمة وطنه مبتهلا للمولى عز وجل ان يتغمد الفقيد الراحل الفنان فرسان خليفة بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله ودويه الصبر والسلوان اكد رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر ان افشال ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية للهدنة الانسانية الاخيرة وارتكابها خروقات تجاوزت الحصر واستمرار تحشيدها العسكري وعدم السماح بدخول المساعدات الى المناطق المحاصرة خاصة تعز يبرهن على عدم جديتها او قبولها الانصياع للسلام والرضوخ للارادة الشعبية وتنفيذ القرارات الدولية الملزمة ولفت رئيس الوزراء لدى استقباله السفير الامريكي لدى اليمن ماثيو طولر الى ان الميليشيات الانقلابية تتلقى اي اشارات تتساهل مع المجتمع الدولي او تنازل من الحكومة الشرعية لحقن دماء اليمنين على انه انتصارا لها وشرعنة لوجودها لتمضي قدما في مشروعها التدميري وانتهاكاتها السافرة بحق المواطنين مشيرا الى ان استعادة امن واستقرار اليمن وشعبها لن تستقيم ما لم تكف الميليشيات الانقلابية عن جرائمها الوحشية والدموية بحق المواطنين ورضوخها ليرادتهم الرافضة لحكمهم بقوة السلاح ومنطق الغرور والاستعلاء وعدم الذهاب بعيدا في المأزق الذي اوقعت نفسها فيه واكد بن دغر ان الحكومة الشرعية كانت وستظل مع اي حل سياسي لرفع معاناة اليمنين وتعاملت ايجابيا مع كل الجهود الاقليمية والدولية وان تمسكها بمرجعيات الحل المتوافق عليها هو لضمان حل عادل وشامل لا يؤسس او يوهد لصراعات جديدة وذلك ليس محل خلاف باعتباره يعكس الارادة الشعبية اليمنية ويحترم هيبة القرارات الدولية الملزمة وناقش رئيس الوزراء مع السفير الامريكي خلال اللقاء مجالات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين والدور الامريكي يدعم للحكومة الشرعية والشعب اليمني في تجاوز الاوضاع الرهنة في اطار الموقف الدولي المساند للتوصل الى حل سياسي بموجه مرجعيات الحل المتوافق عليها لانهاء الانقلاب واستيناف المسار السياسي وتطرق اللقاء الى الجهود التي تبذلها الحكومة الشرعية لتطبيع الاوضاع في المناطق المحررة والنجاحات التي حققتها على صعيد مكافحة الارهاب مساندة فاعلة من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية اضافة الى التطورات الاقتصادية والانسانية واهمية حجد الدعم الدولي لاسناد الحكومة في عمليات الاغاثة الانسانية ويعادة الاعمار وجدد السفير الامريكي خلال اللقاء تأكيد على استمرار دعم بلاده للحكومة اليمنية الشرعية وحرصها على عودة المسار السياسي في اليمن وانهاء الحرب وتسهيل استئناف مشاورات السلام بين الاطراف اليمنية مشيرا الى تزايد القلق لدى المجتمع الدولي من المعاناة الانسانية القائمة في اليمن وان الحلها يكمن في العمل بكل الوسائل على ايقاف الحرب وضرورة الوصول الى حل سياسي حاضر اللقاء وزير الاعلام معمر الارياني والمتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي قالت مصادر محلية بمحافظة تعز ان وحدات من الجيش الوطني والمقاومة احرزتا تقدما كبيرا على حساب ميليشيات الحوثي وصالح وسيطرت على مواقع جديدة سبق للحوثين ان سيطروا عليها بمن فيها قصر التشريفات وسط المدينة وذكرت المصادر ان الجيش الوطني والمقاومة الشعبية احكموا السيطرة الكاملة على شارع الكنبى الاستراتيجي والمؤدي الى مستشفى العسكري اضافتان الى تقدم صوب بوابة التشريفات للقصر الجمهوري واكدت المصادر ان المواجهات التي شهدتها الجبهة الشرقية في الاطراف الامامية لقصر التشريفات افضت الى سيطرة المقاومة والجيش على المناطق المحيطة بمدرسة محمد علي عثمان هذا وسبق للمقاومة والجيش ان احكموا سيطرتهم على شارع الكنبى ووصولا الى بوابة مستشفى الكندي والتي كانوا قد وصلوا اليها قبل يومين ويأتي هذا التقدم في ظل تقهقر للميليشيات باكثر من جبهة بمختلف مديريات محافظة التعز وتكبدت خسائر كبيرة في الارواح والعتاد لتباشر بقصف المدنيين بمختلف انواع الاسلحة قتل سبع عشر من ميليشيات الحوثي وصالح بينهم مسؤول تموين الميليشيات الانقلابية في محور ميدي بمعارك مع قوات الجيش الوطني في مديرية ميدي بمحافظة حجة وقال المركز الاعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة ان طيران التحرف العربي استهدف عرب التموين على متنها مسؤول تموين الميليشيات في محور ميدي عبدالسلام الشيبة ما ادى الى مقتله مع مرافقه واشار الى ان قوات الجيش الوطني قتلت ستة عشر عنصرا من الحوثيين وجرحت اخرين جنوب مدينة ميدي وتمكنت من الاستيلاء على اسلحة ودخائر متنوعة كما دمر الطيران مدفع ثلاثة وعشرين وقتل عددا من الجنود المتواجدين بالقرب منه في الجبهة الجنوبية من مدينة ميدي مشاهدين بهذا الخبر ننتهي واياكم من نشرتنا لهذا المساء اراكم في خير دمتم ودام الوطن بخير الى اللقاء اشتركوا في القناة